بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم أخواني أخواتي في هذا الفيديو سوف أتكلم عن طلع النخيل طلع النخيل له فوائد كثيرة ولكن أهم فائدة فيه هو علاجه لموضوع العقم وخاصة عند النساء طبعا يعالج العقم عند النساء والرجال ولكن عند النساء له فعالية أكثر خاصة في مسألة فتح جريبات وتقوية المبايض بشكل ملحوظ خلال فترة قليلة من استخدامه طبعا يجب أخذ طلع النخيل من مصدر موثوق لأنه كثير من العطارين يأتيهم مغشوش لا أقول لهم يغشونه يأتيهم مغشوش يضع عليه طحين أو نشأ أو كذا يشبهه بالشكل فالأفضل أنه يحصل الإنسان عليه من مصدر موثوق عند أهل النخيل وهو كثير يعني بصراحة خاصة في مصر الكمية المناسبة للرجال والنساء وهذه الخلطة على الشكل التالي يا أخوان نأخذ كيلو عسل أي نوع عسل ميهم المهم يكون عسل طبيعي نضع ثلاثين غرام أكبر وخمسين غرام حبة البركة خمسين غرام حب العزيز خمسين غرام جوز عين الجمل خمسين غرام صنوبر إن توفر لن نغالي شوي الصنوبر لكن جيد خاصة للرجال يغزر السال المنوي كثير ويزيد من حركة والتعداد للحيوان المنوي مئة غرام طلع النخيل نقوم بخلط هذه المواد وأكل ملعقة وسط قبل كل وجبة طبعا الرجل يأكل والمرأة نفس الشيء اللي معاهم مشاكل في الإنجاب أنا أفضل دائما أخذ شرب أعشاب تنظيف المجاري البولية سواء من الالتهابات أو احتقان أو كذا للرجل والمرأة سواء على الرحم أو البروستات أو كذا فهذه النباتات جيدة ولا تظر أبدا وهي ذنب الخيل وزهرة الأنماسة والحلبة والقريس وزهر البابونج والختمي هذه الشباشيل الذرة تخلط هذه المجموعة مع بعض وثلاث شهاية كوب بعد الأفطار بساعة وكوب بعد العشاء بساعة طبعا هذه الوصفة لمدة شهر أو شهرين ممكن تعاد إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يطرح فيها الخير والبركة ممكن أيضا توضع داخلي يعني نأتي بطلع النخيل مثلا عشر غرامات مع خمسين غرام عسل ومزجها وعطاءها بشكل تحاميل نسائية هذه أيضا لتقوية المبايض وبنفس الوقت لتقوية القدرة الجنسية عند المرأة لأن في بعض النساء لديهم برود جنسي فهاية ممتاز جدا لتقوية الرغبة الجنسية عند المرأة ممكن أيضا يستخدم طلع النخيل لزيادة النمو عند بعض الأطفال لهم قصار القامة ممكن نحن نعطيهم طلع النخيل مع عسل مع غذاء ملكي مع أكبر مع حبة بركة ملعقة وسط قبل كل وجبة وإن شاء الله يستفيد منها طبعا زاد أيضا حبوب اللقاح جيدة جدا في هذا المجال أسأل الله أن يشفيك المريض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته